السلطات الامنية في البحرين كشفت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع القنابل والمتفجرات في حملة امنية شمال المملكة اسفرت عن ضبط ما وصفته باحد المطلوبين من العناصر الارهابية وذكر بيان لوزارة الداخلية ان شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على احد العناصر المطلوب امنيا كما ضبطت باحد المستودعات في قرية كرانة كمية كبيرة من الادوات والمواد التي تستخدم في تنفيذ الاعمال الارهابية